اهلا وسهلا اخت فريال اهلا اخت فريال اهلا بيك اخ نزار انا فرحانة كثير اتكلم معاك الرب يباركك ويباركك شكرا كثير اخ نزار حتى مثلا تبصرون انا هم الحقيقة عندهم عيون لكن للأسف عندهم عمر روحي عندهم الكتاب المقدس سمعوا عن المسيح سمعوا عن المخلص القنوات المسيحية نشكر الرب علي الرب يبارك الجميع لكن يفضلون ان يعيشون في الظلمة يفضلون ان يسيرون مع العالم ان يدخلون من الباب الواسع وليس من الباب الضيق اللي يؤدي في النهاية تبعية المسيح يؤدي في النهاية الى الحياة الابدية والسبب هذا لانه الذين فيهم الى هذا الدهر قد أعمى أدهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم نارة انجيل نجد المسيح الذي هو سورة الله الانجيل كله هو الرب يسوع المسيح رسالة الخلاص والغفران لكن لسا نقصين قلوبهم وإحنا أخ نزار عن جد كل يوم نسلم من أجله انه الرب يرحمهم ويشرق بنوره في قلوبهم يعرفون الاله المخلص ويخلصون ويتوبون وينعلون الحياة الابدية شكرا أخ نزاره الرب يباركك شكرا جزيلا أخت فريال مبسوط انه اسمع منك الرب يباركك ويحميك كمان في هذه الظروف طبعا ذكرت الأخت فريال سبب آخر انه لا يقدر لأنه في عمل شيطاني هي اقتبست من كورنتو ستاني يصحح أربعة والآية أربعة مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله ثم في نفس الإصحاح في آية ستة مكتوب بالمقابل لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلم هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح عندما تنظر إلى يسوع المسيح لابد أن تنال الخلاص ألم يقل الكتاب التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر فإذا الناس مش عم تؤمن لأنه في عمل شيطاني اليوم الناس عم تلتجي إلى الأعمال السحرية والأعمال الشيطانية وبتلتجي إلى كل أنواع التعويز والعرافة حتى ترتاح مع أنه مش عارفة عم بتجيب لعني وبالنتيجة خسارة الحياة الأبدية اللي وعد فيها الرب يسوع المسيح والمشكلة الأكبر كمان روح الضلال روح الضلال بيبتدي يشوف بصورة معاكسة بيبتدي يشوف النور ظلام والظلام نور بيبتدي يشوف الخير شر والشر خير فبالعكس يعني الأمور بتنعكس في حياته لأنه خلاص في عمل ضلال اتعمت عيونه مش شايف بتقوله الشمس في عز يعني في وطح النهار بيقولك مش شايف لأنه عينيه مسكرة عينيه مغلقة أعمى روحيا وهاي مشكلة كبيرة أحبائي في هذه الأيام ثم أحبائي الفطور الروحي والارتداد اللي عم بيجتاح العالم وصل في نوع من العصيان والتمرد في آخر الأيام يكون قوم مستهزئين ثالبين مقتحمين غير شاكرين بلا حنو عنف شرسين يعني كل هذه الأصناف من النوعيات لأنه بدأت يشوفوا الصورة المغيرة اليوم أولاد عم يعني بتشوف حتى في المظاهرات عم بيكرهوا أهليهم لأنه يمكن مش موافق معاء الرأي فصاروا يطلعوا يحكوا علنا عن كرهيتهم لوالديهم غير طائعين لوالديهم نفس الليستة الخطايا روح ضلال بيبتدي بعدوش يشوفوا الحق بتصير يعني بدل ما أن يشوفوا ويعترفوا ويتوبوا بالعكس بينقادوا أكثر إلى أردى لدرجة أنه الله في النهاية أنت مش عاوز روح القدوس عم ببكتك مش عاوز فأسلمهم يعني خلاص بيتركك الرب تفعل ما يعني لا تشاء فإذن يعني تصل لحالة الرفض إلى حالة الفقدان الحس الروحي بتصير يعني ما عندكش الحساسية مثل الجلد الميت بتحط الإبري مش عم بتحس مش عم تشعر في ناس بتصل لهاي الوضعية ولهاي الحالة الروحية للأسف